وفاة الفنانة الكبيرة لبنى محمود ولكن ما اكتشفه الأطباء بعد وفاتها وسبب وفاتها وآخر أمنية طلبتها قبل خروج الروح أبكى الجميع حرفيا الفنانة الكبيرة عبلة كامل كتبت رسالة وجهت لها رسالة مبكية جدا جدا بعد ما كلنا هنسمع وصيتها تعالوا نعرف اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة لبنى محمود يمكن فيه كده ناس ربنا بيختارهم يمكن ما بيعملوش أعمال كبيرة ولكن بيكون ليهم بصمة في كل دور بتحاول تفتكروا أو ليه يعني حاجة معينة بتفكرك بيه هي مجرد طلتها بتخلينا نفتكرها أكتر من حتى اسمها توفيت منذ قليل الفنانة لبنى محمود والأشرف زاكي طبعا كشف أن بكرة هيكون تشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة وده بعد صلاة الظهر وهتدفن بمقابر العائلة لحد الآن لم يتم تحديد موعد تلقي العزاء توفيت الفنانة لبنى محمود بعد صراع طويل مع مرض السرطان ربنا يعافيكم ويعافينا اللهم أمين الفنانة لبنى محمود لها طريق حافل يمكن لقت شهرة أكبر خلال الفترة الأخيرة بعد مسلسل موضوع عائلة الجزء الثاني كان آخر أعمال الفنانة لبنى محمود وطبعا المسلسل لأ وحظى على إعجاب جتير جدا جدا عايز أقول لكم أنها كمان آخر فيلم ليها في السينما كان اسمه واحد تاني مع أحمد حلمي وروبي الفنانة لبنى محمود لحظت خروج روحة أهلة أمنية كان نفسي أصوم رمضان كان نفسي بس أموت حتى في رمضان كانت بتمني نفسها بدا وهي كانت عارفة أنها خلاص هتموت وده اللي قالته فعلا أنا عارفة أن أيامي معدودة يا رب مد في عمري علشان أتوفى في رمضان ولكن لكل أجلين كتاب الفنانة لبنى محمود آخر حاجة قالتها قالت مفيش حاجة دايما إلا الصحة خلوا بالكم من نفسكم جدا جدا وعرفوا أن حتى كل مجال في الحلو والوحش ما كانش حد بيسأل علي غير أشرف زكي والفنانة الكبيرة عبلة كامل اللي كانت دايما بتبعتلي وبتشوفني محتاجة حاجة أو لأ وتسأل علي خصوصا في فترة مرضي المرض اللي أنهج جسمي وأكل عظمي ويخلص علي وإن شاء الله يكون مرضها شفيح ليها يوم القيامة ويكون كمان رحمة ليها من العذاب الكتير اللي شافته الفنانة لبنى محمود اللي توفت منذ أقل من ساعة كانت بدايتها سنة 85 في فيلم صاحب الإدارة بواب العمارة وزي ما قلنا آخر أعمالها هو فيلم واحد تاني هي اتخرجت من المعهد العالي للبلاي ثم بعد كده راحت للتمثيل في سنة 85 الفنانة الكبيرة اللبنى طبعا محمود اللي وفاتها أحزانة الجميع حتى الآن لم يتم تحديد أو موعد تلقي العزاء ولكن بنتها في حالة من الانهيار والبكاء الشديد جدا جدا على والدتها اللي أوصت إنه إن شاء الله بعد كده يتعمل مسجد بإسمها ويكون رحمة ليها وهي نفسها ما طلبتش يكون ليها عزاء أو جنازة كبيرة هي طلبت إنه بس يتبني ليها مسجد بإسمها ربنا يرحمها ويغفر لها طبعا يدعو لها كتير بالرحمة وبالمغفرة وإن شاء الله بكرة هنوافي حضراتكم بلحظة الدفن وكمان بالجنازة لو عملوا جنازة إن شاء الله